أهلاً بكم تحدث قداة تلبابا فرانسيس إلى المؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت عن صراع يعقوب مع ملاك الله الذي هو مثال الإنسان الذي يصنع نفسه بنفسه وقال قداسته إن هذا الصراع هو صورة معبرة عن كيفية التمسك بالرب بإيمان في وقت التجارب حيث أن الرب يمنح بركته لمن يؤمن ويتمسك بإيمانه وأضاف أيها الأب الأقدس يصر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقدستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنصل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا فرنسيس البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تكلم قداست البابا اليوم عن صراع يعقوب مع ملاك الله في إطار تعاليمه حول موضوع الصلاة قال قدسته كان يعقوب رجلاً محنكاً ناجحاً في حياته وماهراً في عمله تمكن بالحيلة من أخذ نعمة البكورية وبركة والده إسحاق هو مثال الإنسان الذي يصنع نفسه بنفسه وبحنكته حقق ما أراد لكنه أجبر على الفرار من أرضه بسبب خصومته مع أخيه عيسو لكن الله دعاه ليعود إليها من جديد وقبل أن يدخل الأرض فكر يعقوب فيما ينتظره وماذا سيكون موقف أخيه منه وفجأة أمشك به رجل مجهول وبدأ يصارعه كان يعقوب يصارع ملاك الله ونحن اليوم نرى في هذا الصراع رمزاً للصلاة خرج يعقوب من صراعه مهزوماً ولكن متغيراً إذ لم يعود الرجل الماهر وصاحب الحيلة لقد أعاده الله إلى حقيقته كإنسان قابل للموت يرتعد ويخاف لم يكشف الله له عن اسمه ولكنه باركه وبدله تبديلاً اختتم قداسة البابا تعليمه مؤكداً أن الله سيفاجئنا يوماً في لحظة لا نتوقعها كما فعل مع يعقوب وعندئذ سندرك أمامه أننا فقراء وضعفاء في تلك اللحظة يجب أن لا نخاف لأن الله سيعطينا اسماً جديداً إسمان يكشف لنا عن معنى حياتنا كلها إناحنو ترقنا نعمة الله تبدينا فإن الله سيمنحنا باركته والآن تحيات البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية ببنديكاً لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن صراع يعقوب مع ملاك الله هو صورة معبرة عن كفية التمسك بالرب بإيمان في وقت التجارب إن الرب يمنح بركته لمن يؤمن ويتمسك بإيمانه ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر اشتركوا في القناة